في عام 2013 وفي اعقاب فض اعتصامات مهلكة ومنهكة للدولة المصرية في ربعة وفي النهضة ثار مجموعة من حملة السلاح الاخوان وقاموا في الاسكندرية وقاموا بحرق قسم باب شرق وقاموا بالاعتداء على البيوت وعلى المساكن وعلى المقاهي وعلى الاقسام وعلى دور النيابة وعلى مباني تابعة للدولة كان هذا الكلام يعني زي ما حضرتكم شايفين دي كان الاحداس في اسكندرية وكان شهيرا اعلاميا هذه الاحداس بما احداث مكتبة الاسكندرية وتم في هذا التوقيت القيام بجريمة شنعاء من مجموعة حز وتم على اثرها استشهاد النقيب حسام السيد بهي السيد من قوة الادارة العامة للامن المركزي بالاسكندرية وذلك نتيجة اصابته بطلق ناري في البطن والمجند فاروق احمد عبدالله من قوة الادارة العامة الامن المركزي ايضا بالاسكندرية متأثرا باصابته بطلق ناري ايضا في البطن وكذلك استشهاد 13 مواطن مصري فضلا عن اصابة 5 ضباط اخرين و19 مجند باصابات متنوعة هذه العملية كانت من اعنف العمليات في مدينة الاسكندرية وده كان في اغسطس 2013 وكان قائد العملية اللي قام بقتل هؤلاء جميعا يعني ضابط مجند و13 حوالي 15 بريء تم استشهادهم على ايد حركة حسم الاخوانية وكان قائد هذه العملية واحد اسمه ياسر شكر وياسر الابصيري تم دي القصة دخل النيابة العامة تم القبض عليهم وقامت النيابة العامة على مدار 11 شهر تحقيقات 11 شهر تخيل 11 شهر امرت بحالتهم بعد 11 شهر للمحاكمة الجنائية ونسبت لهم اتهامات تتعلق بايه بقى ارتكاب جرائم القتل العمد والشروع فيه مقاومة السلطة محاولة احتلال مباني حكومية بالقوة تخريب مقر المجلس الشعب المحلي بواسط المدينة قسم شرطة باب شرق ونقطتي الشطب والابراهيمية كنيسة ماري جيرجس مكتب مرور الجامعة عرب الترام مكينة صرف آلي وسيارتين ومدرعتين شرطة وسيارة اسعاف تعطيل المواصلات السرقة بالإكرار اتلاف مقهة 6 سيارات خاصة بالمواطنين حيازة الاسلحة النارية والزخائر غير المرخصة ده تهم وجهتها النيابة بعد تحقيقات دامت 11 شهر ثم ذهبوا إلى محكمة الجنايات ومحكمة الجنايات عقرت المحكمة برئاسة المشهر جمال جمعة نظرت الدعوة واستمعت إلى المرافعات سواء الحضور أو الدفاع أو غيره وفي الجلسة العلنية المنعقدة يوم 28 سبتمبر 2015 القصة حصلت 2013 من 13 إلى 14 تحقات نيابة وبعدين محكمة الجنايات في سنة 2015 أصدرت المحكمة الجنات حكما بالإجماع بإجماع الأراء بإيه؟ وبعد الاطلاع على رأي المفتي بإعدام المتهمين السلاثة شنقا لما نسب إليهم وتأكلت المحكمة بالإجماع بأنهم مزنبين وكمان الحكم كان شمل مجموعة أخرى من الإخوان 25 من واحد بالسجن المؤبد وخلافهم الدفاع رفع قدام النقض دعوة قدام النقض ينقض الحكم محكمة النقض نظرت الطعن وطلعت الأسباب بتاع حكم الجنايات الصادر بالإدانة واستمعت لمرافع كمان لدفاع الطعنين في يوليو 2017 أصدرت حكمها بإقرار تأييد أحكام الإدانة ومنها الإعدام وقرت ببراءة ثلاثة آخرين ورفض الطعن فيما عدا ذلك وفق القانون أنا بقول ليه الحكاية دي كلها من 2013 والتفجير والقتل والضرب والسعب وتحقات النهائب 11 شهر ومحكمة الجنايات والحكم بالإعدام ثم محكمة النقض سنتين في محكمة النقض سنة 2017 يعني من ثلاث سنين اتحكم بالإعدام اتحكم بالإعدام أنا بقول هذا الكلام لأنه النهاردة ولا مبارح ولا من يومين تم تنفيذ حكم الإعدام في الاثنين اللي عاملوا كل هذه الأعمال الإجرامية والدموية أتلوا 15 أربريق تم تنفيذ حكم الإعدام وأنا بقول ولكم بسم الله الرحمن الرحيم ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون لعلكم تتقون القصاص حياة ده دين ده دين ده شرعة اللي مش عاجبه الدين والشرعة يخبط راسه في الحيطة يشرب من البحر يدفل من قتل يقتل وده بحكم هو الناس دي بالإجماع بالمناسبة نيابة وجنيات ونقض ودنيا هل يجتمع كل هؤلاء على ضلالة الناس قتلين قدامه وشايفين القتل والاعترافات والصور والفيديوهات وخربوا وعملوا وفسدوا في الأرض كل ده في الآخر استطلع رأي المفتي وتم الحكم بيه الإعدام وتم تنفيذ حكم الإعدام النهاردة بقول لأهالي الشهداء البقاء لله مجددا بعد الخصاص العادل القصاص اللي فيه حياة ده الدين ده الواقع ده الشرع ده الحياة هي دي الأصول بدل ما احنا خلاص نسكت لا الوقاة هتشتغل قناة الجزيرة تطلع تقول الأحكام لا تتوقف منذ تولى السيسي أحكام بالإعدام لا تتوقف أنا بسأل وهستمر أسأل وأقول هي قطر قطر وأمير قطر وأم أمير قطر ما الهم وما المصر قطر وأمير قطر اللي بتلعب به كورة من كل الدول الإقليمية الموجودة اللي بتدحكين عليه واخدين فلوسه في تركيا وفي إيران ماله ومال مصر مصر يا ابني يا حبيبي مصر دولة وانت متعرفش يعني ايه دولة يا تميم مصر عندها مؤسسات وانت متعرفش يعني ايه مؤسسات مصر دولة قانون ودستور وانت متعرفش يعني ايه قانون ودستور مصر دولة عندها حضارة وانت متعرفش يعني ايه حضارة مصر دولة شريفة وانت ما تعرفش حاجة عن الشرف مصر دولة نزيهة وانت ايضا ما تعرفش حاجة عن النزاهة مصر دولة بيحكمها راجل وانت ما تعرفش حاجة عن الرجولة فبالتالي الجزيرة بتعوي والقافلة تسير الجزيرة شغالة بتتكلم بتقول تويتر مجزرة الاعدامات امال انتوا كنتوا فين يا ولاد مش عايز اغلط انتوا كنتوا فين لما الناس دي ماتت انتوا كنتوا فين لما الشهداء سقطوا انتوا كنتوا فين لما الشهداء في سينة بيقعوا انتوا كنتوا فين كانت فين الجزيرة وكان فين هاولاء وفين البردع وفين الناس لما بيسقط الشهداء والدماء وبنبكي دم على هاولاء بيختفت الجزيرة وتختفى المدونين وكل دول بيختافوا